اشتركوا في القناة فهو بيرمي الحجر معناها انه بيرميه عشان يأذي حد واحد بيدبر وشاية الحد بيدبر مكيدة الحد بيدبر مؤامرة عاوز يوقع حد في مشكلة عاوز يسبب اذى لانسان فالكتاب يقول عنه ايه من رمع حجرا الى فوق في الحقيقة فقد رماه على ايه على رأسه يعني هترجع له هو الضربة لازم هترجع له هو حتى لو بعد سنين والضربة بالمكر تجرح الماكر يعني اللي بيدرب حد بمكر بدهاء ففي الاخر للأسف الضربة دي هتجرحه هو وده اللي حصل يعني في قصص كتير في كتاب المقدس في تاريخ الكنيسة في حياة اليومية بنشوفه ان ما يذرعه الانسان ايه هو يحصد اللي بيحفر لحد لازم في الاخر للأسف هو اللي بيقع زي ما شفنا في قصة استير شفنا هامان لما كان بيدبر مؤمرة لمردخاي وازاي رتب انه هو في الاخر يتصلب على صليب وفي الاخر هامان نفسه هو اللي اخذ العقوبة دي فعشان كده يعني اي انسان بيفكر يأزي حد ياخد باله كويس قوي انه الازية دي للأسف في الاخر هترجع له وباي طريقة هترجع له حتى لو بعد سنين او بصورة او باخرى هترجع له في الاخر يبخت الانسان ان اللي بيقول دايما زي ما قال معلمنا بولوس في روميا 12 ليه النقمة انا اجازي يقول الرب لو حد اذاك لو حد تعبك لو حد دايقك يعني صلي انه ربنا خلاص انا انا مش هقدر اعمل حاجة ومش عاوز اعمل حاجة وانت يا رب اللي تتصرف في الموضوع وانت اللي تحول الشر الخير والاجمل بقى من كده ان احنا نصلي من اجل الانسان اللي ازانه عشاء اجل خلاص نفسه وابديته واقول رب باركه وبركني وسامحه وسامحني واخفر لي واخفر لي وافتقدنا احنا الاتنين بخلاصك احنا كنين لأولادك فالاجمل ان الانسان يصلي من اجل اللي اساء لي فمن صلي من اجل اللي اساءه يقولينا احنا نفسنا بيوقفيه سلام في قلبنا بنقدر ننام كويس وناكل كويس ونعيش كويس فيه سلام ما عنديش غيز ولا تعب من حد وفي نفس الوقت أنا بصلي لأجل الإنسان من كل قلبي أتمنى خلاصه لكن أنا لو نسيت تدبير الله ووصية ربنا وما أدرتش واحترمت كلام ربنا وخدت أنا الانتقام لنفسي فده في الآخر يعود علي أنا بالضرر زي ما يقول النهاردة في سفر يشوع بن سيراخ صح 27 آية 28 من رمى حجرا إلى فوق فقد رماه على رأسه والضربة بالمكر تجرح الماكر لإلهنا كل مجد وكرام الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر